النهاردة الجماهير المصرية على موعد مع صهرة كروية ودربي للكرة المصرية هيتلعب على الأراضي الإمراضية والمنافسة على لقب كاس السوبر المحلي ما بين الأهلي والزمالك قطبي القرى المصرية خلونا نتكلم عن الماتش والتحليل الفني والتشكيل المتوقع مع محمد جمال الناقض الرياضي اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا محمد صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم محمد النهاردة يمكن لقاء هو الأول كولر أمام فريرة شايفوا ازاي؟ لا أكيد مطش صعب بعيدا عن حتى كولر وفريرة هو مطش ملهوش حسابات مطش دايما بيكون صعب على الفريقين ملهوش أي مكياس قبليه أنت كنت أدائك عامل إزاي يعني ما ينفعش نحن نقيس إنه دلالي كان أدائك وعمل إزاي أو ندي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت لأنها مبارا دايما بيبقى حالة الفريق هي اللي بتحكم على نتيجة المباراة بالنسبة لفريرة وكولر فريرة يمكن مدرب قديم شوية في الدول المصري من 2014 كان مدرب أبل كده لزمالك حط في نفس الظروف دي أنه فاز بدوري وكاس 2014-15 ثم واجه الأهلي في السوبر ولكن كانت ذكرى يمكن مشاهل أفضل لأنه خسر أمام النادي الأهلي ورحل بعد من وراء في كاس الزكرة هو أتكلم حتى في الموضوع ده مبارا ولكن بعد كده رجع تاني وفاز بالدوري وفاز بالكاس يعني عنده خبرات مع لعب المصريين ومع الدوري المصري ولكن كولر أول مرة يتعامل فيه المنطقة العربية أول مرة يكون موجود كمدير فن للنادي الأهلي ده أول مباراة كبيرة بالنسبة له هي مباراة نادي الزمالك فأكيد عند فريران خبرات أكتر في مطشط الأهلي والزمالك ولكن زي ما بقول لك هي حالة الأيبة بتفرق حالة التحضير قبل المباراة بتفرق وأنا بصراحة شايف أن الأهلي والزمالك محضرين بشكل كويس المعسكر مقفول عليهم بشكل كبير جدا كمان التنظيم الإماراتي رائع وحتى هما أشهدوا بدا سويا الإدارة هنا أو الإدارة هنا أو حتى الجهاز الفني واللعبين في كل فريق ويأكدوا على أن الدنيا هادية بالنسبة لهم هما بيتمرنوا بس فأعتقد أن النهاردة حالة الفريق الأفضل اللي هتحكم اللقاء طيب استضافت دورة الأمارات الشقيقة لطبعا نادي الزمالك والنادي الأهلي مش أول مرة ولا تاني مرة لا ده يعني بقالنا كثير بنشوف ده يمكن نشوف نوادي كثير بتلعب على الأراضي الإماراتية زي النادي الأهلي والزمالك شايف إزاي استضافت دورة الأمارات لهذا المطش تبص دايما اللي أشكاء أنا طبعا في الإمارات دايما بينظموا إمارات السوبر بشكل رائع دايما لما بيسند ليوا من المجراء وهم بطلبوا حتى تنظيمها بيبيروا بشكل رائع من كل الجوانئ سواء في الملعب أو التقطاية الإعلامية أنا عايزك بس تشوف التقطاية الإعلامية اللي هم عملناها تقطاية رائعة 20 ألف في استادها الزعب نزايد فأنا بشوف إن دايما بيكون نجاح للكرة المصرية ويبقى بلاند حلوة وإنك بتعرض النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي هم أكبر نادير في الوطن العربي في بلد زي الإمارات الإمارات دايما حتى كل الناس أكيد بتشوف ملعبها عاملة زي ملعبها كويسة جدا جدا النهاردة حتى اللقاء هيكون فيه جماهير بقى الجالية المصرية اللي في الإمارات هتكون أو هي كمان دولة الإمارات العربية الشرقية كمان بتقدر فكرة اللي هي بتستضيف فريقين هم الأكبر في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط تحديدا يمكن على يعني تدعيات إقامة هذه المباراة هم ما وقفوا الدوري أو ما فيش النهاردة متوشط تلايب عندهم غير هو الحدث تغتيتك هي الحدث بس خلينا نربط ده كمان بالاحتفالية نحن مبارح 50 سنة والنهاردة في حفلة منفترض في سفح الأهرامات لهذا الحدث برضو 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية علاقات من على أعلى مستوى يعني علاقات على المستوى حتى التنظيم يعني لو رجعنا المباراة ده مش أول مرة ننظم أهل وزمالك هم ننظموه سنة 2015 وبعد كده ننظموه سنة 2017 ثم 2020 ثم السنة يعني ده رابع مرة أهل وزمالك ضد بعض في الإمارات طبعا كانت الغلبة للزمالك إنه فاز مباراتين لهم آخر مباراتين 17 و20 ولكن النادي الأهلي كان فاز في 2015 نادي الأهلي يفوز هناك آخر وهو كان على النادي المصري في سوبر طبعا قبل كده ف2018 ففي الأهلي واخد اثنين والزمالك واخد اثنين سوبر ولكن الزمالك واخد الاثنين من النادي الآن فالنغاردة المباراة برضو التانية على هزاء بن زايد كان بالعب على ملعب محمد بن روشد المباراتين اللي فاتوا ولكن ده مباراة يمكن التانية على استادة هزاء بعد ما الأهلي لعب الزمالك قبل كده علىها في 2015 فتوقع لأ مباراة تكون مهمة جدا ومباراة كبيرة جدا والنهاردة حضور الجالة المصرية غير المصريين المسافرين من كل طبعا يعني العالم مسافرين عشان يحضروا بمباراة والتأسيلات الكبيرة جدا الموجودة هناك في التواجد والفنادي وكل الكلام ده لأ اعتقد ان النهاردة نشوف مباراة كبيرة جدا طيب بنتكلم عن طبعا النهاردة الماتش هيتصور بتقريبا 25 كاميرا وفيه وليد سليمان يبقى موجود في استوديو التحليل وغير طبعا لعيبة قدام كتير جدا لو نتكلم في بداية الماتش عن الزمالك بصفته صاحب الماتش لو نقول متوقع تشكيلة الزمالكة تابع عمنا زي لا انا هقولك تشكيلة الزمالكة النهاردة مين متوقع تشكيلة النهاردة مين النهائي النهائي محمد عواد لحرصة المرمى محمد عبدالثة في خط الدفاع حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الجاني هو رجل دائما بيحب أنه يلعب بتلاتة في الخط الخلفي قدامه على اليمين هيكون موجود عمر جابر على الشمال أحمد فتوح اتنين في وسط الملعب هيكون موجود ذكري الوردي الصفقة الجديدة من المغرب ومعه روئة وقدامهم تلاتة إمام عشور وسيف الدين الجزيري وزيزو يمكن الفترة اللي فاتت كل تفكير بريرة في مركز واحد فقط لا أكتر وهو مركز الزهير الأيمن هل يبدأ بعمر جابر ولا يبدأ بسيد نمار هذه الفكرة كلها بالنسبة له لحد اللحظة اللي بيكلمك فيها هي دي قصة بالنسبة له ولكن بقية الفريب الكامل هو تم الاستقرار عليه برح كان التدريب كله قايم على التشكيل ده دايما هو بريرة تفكيره كله في أنه إزاي يقدر يخطف هدف بدري يريحه طول المباراة عشان يقدر يلعب الكونتر أتاك أو الهجمة المرتدة اللي بيحبها طوال اللقاء وده اللي بيعمله في الدوري أو في حطب مطش الأهلي الأخير في كاس مصر دايما بيخطف في الأول بيلدخ في الأول وبعدها بيقدر يمشي المباراة زي ما هو عاوز بالظلط فده اللي ممكن يكون إلي النادي الآلة لأن النادي الآلة عنده قصة الجراءة الهجومية أكثر من فريرة دايما هيبقى نازل ضغط على نادي الزمالك فده اللي ممكن يسبب أن أنت تسيب مساحات وراك في نادي الزمالك يسجل هدف في يقدر أنه هو يلعب بقى طول المباراة على الهجمة المرتدة وهيبقى خطير جدا جدا على مرمى محمد الشناوي عشان كده النهاردة فريرة مستقرة على التشكيل ده خلاص والتشكيل ده هو اللي واخد التعليمات بشكل كبير جدا النهاردة يمكن غياب الوينش هيكون مؤثر أكيد على نادي الزمالك لأنه مدافع رائع يمكن ما ما شوفش أن غياب نضاي هو مؤثر لأنه لسه صفقة جديدة لسه ما خدش مباراة كتيرة مع نادي الزمالك ما نقولش أن غيابه مؤثر زي غياب الوينش على نادي الزمالك ولكن أعتقد نهاردة محمد عبدالغاني وحسام عبدالمجيد مع المسلوس اللي يقدروا أنهم يقودوا خاطة في نادي الزمالك طيب انت كده كلمت على التشكيل وقلت ده مش المتوقع ده الأساسي إن شاء الله اللي هيكون موجود في صفحة في نادي الزمالك لو هنتكلم على كولر والتشكيل المتوقع في النادي الزمالك برضو مش المتوقع أكيد نفعل مركز واحد بس عند كولر حراس المربع يكون موجود محمد الشناوي قدامه في مركز زهر الأيمن أكرم توفيق علي معلول زهير أيصر معمود بتولي محمد عبد المنعم في خط الدفاع وسط الملعب هيكون حمد فتح وعمر السلية اللي خلاص هيكون موجود النهاردة بعد غياب أليو ديانجل للأصابة هيكون قدامه طاير محمد طاهر برونو سافيو أحمد عبدالقادر شاد حسين الفكرة عند كولر في مركز عشرة هل برونو سافيو ولا أفشة في تفكير جواه الجهاز الفني أفشة بيعرفنا بمشارة أليو زماني لا كولر بيرجح برونو باقي الجهاز المعاون حابب أنه يكون شاهد أفشة في الحتة دي أفشة بيقدر يرجع وسط الملعب بيعمل كسافة عددية أكتر من برونو هيبقى موجود محمد فتح والسلية يقدروا ينقلوا الكرة بشكل سريع أفشة بيعرف يوفع الكرة بشكل كويس فده اللي ممكن يكون مرجح بالنسب الرأي الجهاز يفاني كله أفشة ولكن الرجل مفضل أنه يلعب برونو سافيو صفكة طبعاً البرازيلية الجديدة شايف أن برونو سافيو مع طاير محمد طاير محمد عبدالقادر مع شهد حسين يقدروا يعملوا أربعة قدام بشكل كويس جداً قدام بالناد زماني طبعاً كان فيه كلام كلام فترة اللي فاتت وهو قالها يغير في التشكيل شوية هل أكرم توفية خلوصة الملعب هل كريم فؤاد نشوفه بشكل أساسي هل ممكن يشوف برستاو بشكل أساسي كل كلام ده بعيد عن دماغ كولر كولر من نوع اللي زي بريرا كده بيحب يسبب تشكيله بيحب أن يكون عنده تشكيل سابة طول الموسم ويقدر يغير عليه بقى في خلال المباراة في خلال التسعين دي يقدر يغير من شكل أداء الفريق فهذا التشكيل الآهل اللي بنسبب 99% لكناف بس على مركز أفشا أو برونو سافيو ولكن في تبرين مبارح طار محمد طار رجع تاني خلاص أن يكون موجود أساسي عبدالقادر ضوماً مكانه مع كولر كولر بيحبه ولكن مشكلته في عدم اللابة الجماعة فقط وده دايماً بيقوله له كولر ولكن كولر شايف أنه عنده إمكانيات تؤهد له أنه يكون جنح عيصر للناد الأهلي بجانب بقى شهد حسين اللي يمكن خلاص بلغة كولر كده ريكب المركز ده ودايماً بيأخذ فيه في مركز راس الحربة عن محمد شريف طيب المدربين سواء بريرا أو كولر معاودنا دايماً أنه هم بيفجؤونا في الملعب فشايف إيه اللي ممكن يكون موجودة النهاردة من المفاجآت يمكن في طريقة اللعب الخطة بالضبط في طريقة اللعب في الأدوار المحينة للعيب يعني ممكن تلاقي لعيب ليه دور مركب ده يعملك مشكلة في الملعب لو بصينا نادي الزمالك مثلاً بصفة بطل الدوري و بطل الكاس وموجودة النهاردة هو دايماً اللي هيقول الزمالك والأهلي يمكن المفاجأة بالنسبة لي أو اللعيب الأبرز بالنسبة لي اللي ممكن يعمل قلق بشكل كبير جداً على نادي الزمالك وباليها دور مركبه هو إمام عشور إمام عشور لعب بوسط الملعب إمام لعب كويس جداً لعب مهاري بقدر يهاجم بشكل كويس بقدر يدافع كمان بشكل كويس فدايماً هيروح من الحتة بتاعت وسط الملعب دي يعني هيتساب روءة والزاكرة الوردي في وسط الملعب وهو يكون مسلس مقلوب معهم بحيث أنه يقدر يزيد مع عزيزه ومع سيف الدين الجزيري يقدروا يفتحوا مساحاته قدام من نادي الزمال ويقدروا يروحوا على نادي الزمال ناحية الثانية في الزمال هتوقع أنه يكون مسترية اللعبة هتكون إيه؟ 3-4-3 ولا 3-5-2 بص دي يعني هي كبير زمالك بس عشان نقف في الملعب بتقلب 3-5-2 صريحة اللي انت بتلاقي الثمال اللي اتنين البكين راجعين لورا ثم الثمال ثم الثمال فدي 3-5-2 صريحة عشان ما فيه مفاجآت برد لا لا مش عشان ما فيه مفاجآت لكن بقى بيجي لك المدرب بقى طبعا بعض موراه يقولك أنا لعبت 3-4-3 عشان المدربين بقى محرجين يقولك إن حاليا سبنا نلعب 3-5-2 3-5-2 دي قديمة فقصة 3-5-2 ماانا بشوفها مش عيب أبشوف 3-5-2 دي نجاح كرة المصري كله كان فيها 6-8-10 فهم مفرقة كنا بنلعب 3-5-2 شلس بلعبها أصلا شلس بلعبها بس بلعبها فلات يعني الخط الضهر فلات يعني الثلاثة على خط واحد كنا زمان بنلعبها بليبرو صحيح في الوقت أنت بتلعبها بلعيب وسط يعني لعيب يكون موجود في خط الدفاع يقدر الملك الكرة دي بشكل كويس جدا طيب لو بنتكلم عن الغيابات بقى خلينا نتكلم عن غيابات نادي الزمالك في البداية هل غيابات الوينشو نداي مثلا ممكن يأثر على الزمالك بصي أنا بشوف أن الغيابات في الفريقين هي هي يعني أنت غياب عنك عنصر مهم جدا هو الوينشو في نادي الزمالك نادي الزمالك غياب عنه عنصر مهم جدا وقاله دي عم ولكن هل يستطيع النادي لأهلي تعويض ده آه يستطيع ابو عمرو السلية هل يستطيع نادي زمالك تعويض الوينش يستطيع ابو حسين عبد المجيد ومحمد عبدالجل طيب احنا كلمنا أن 3-5-2 هي الطريقة الأنسب لنادي يعني أو لكل اللاعبية المصرية مش هنقول بقى أهلي وزمالك عاوزين نتكلم على التشكيل بتاع الأهلي احنا تكلمنا على تشكيل الزمالك كده الأهلي هيلعب بإيه الأهلي دايماً بنعب باربعة وراءة وهل عندي بس فترة الراحة اللي أخدوها اللاعيبة هل دي كانت كافية اللي هي نشوف اللاعيبة فيقين في الملعب يعني راجعين تاني في الأهلي تحديداً السلية هنا راجعين ليه الفورمة بتاعتهم اللي احنا كنا عارفينها مع بداية التوري اعتقد اه لان دي كانت أكتر فليه محتاج انه ياخد راحة اللي كان لعب الفترة اللي فاتت كتير جداً سواء في دورة أبطال أفريقيا ووصل للفاينال مرتين وارا بعض كاس على ماندية مرتين وارا بعض السوبر أفريكي مرتين وارا بعض اللاعب عدد كما متركب جداً في بطولة الدوري كمان وبطولة الكاس احنا كان للأسف عندنا كاس عديم وكاس جديد صحيح في كرة المصرية بجانب زي ما بقولك بقى انه كمل في أفريقيا الزماليك ما كانش يكمل في دور الأبطال لعب الفترة كاس على ماندية الزماليك ما لعبش ففي عدد مبارات أكتر من النادي الزمالي بعد كده كان حتى أغلب لعبة النادي الزمالي موجودة في منتخب مصر فلعبه أمم أفريقيا في تصويا كاس عالم في كاس عرب فكانت اللعيبة خلاص يعني اللعيبة كانت وصلة عمر السولاية كانت وصل ل 67 مباراة متتالية 67 مباراة في 8 شهور اعتقد ده ما فيش لعيب في العالم بلعب فطبيعي جدا مستوى يتراجع لما تلعب صباح سطيب وراء ده يعني رقم كبير جدا عدد اللعيبة التانية ممكن تكون ما بتاخدش أساسية في كل المتشاط لكن عمر السولاية كان أساسي في المنتخب وفي الأهل في كل المباراة دي فده اللي خلى عمر مستوى طبيعي جدا يتراجع ولكن الأجازة لخدقاء اللعيبة كانوا محتاجينها وانا شفت كان قرار مجلس دارتلالي وكنت مع حضرتك هنا وقالت لك انه كان قرار صائف انت كده كده خسرت الدوري كده كده بقيت عن الدوري فهلس بقى يعني ما تخسرش كل حاجة وريح لعيبتك للمسلمين ألملم الأوراق بتاعتي بالظبط اقفى عيب تنظيم حساباتي بالظبط كده اقفى واشوف الفترة جاية محتاجة انا برضو عجبني يعني عشان برضو نتكلم عليها عجبني جدا تصريحات كلر مبارح في المتابر الصحفي رجل هادي متزم بشكل كبير جدا قدر من قيمة نادي الزمالك بشكل كبير وانه جاي بلعب فريق كبير وفريق هو بطل الدوري وبطل الكاس كمان نتكلم على نقطة كن الناس كلها عايزة توضحها من كولر وهي قصد صفقات الجديدة للنادي الاهلي واكد انه هو مختارش صفقات لحد دلوقتي وفضل يعني ارجاء كده صفقات الجديدة لشهر يناير اللي جاي بحيث انه يكون تفرج على كل التلاتين لعيب اللي معاه يقدر يحكم مين اللي يكمل ومين ما يكملش انا محتاج في مراكز ايه بدل ما يتم إبرام صفقات جديدة جدا ويقعد يجرب فيها خلال الشهور الجاية وهو ما ممكن يكونوا مش اللعيبة اللي هو مختارة فعشان كده كولر انا عجبني جدا تصريحاته انا احتاني فريرا في الليلة يمكن نتكلم في الزكريات شوية صحيح وهو في سوبر 2015 طب وخليني نتكلم بقى عن فريرا اللي كان عنده شوية ثقة زيادة في تصريحاته هل ده مفيد للعيبة ولا يديهم ثقة زيادة في الملعب يخليهم أتقل شوية في الملعب انت شايف ايه بص فريرا مدرب زكي يعني هو ممكن يطلع للإعلام يبين لك ان هو مغرور ان هو بيتكلم والعيبة ان هو بيقول انا افضل من الاهلي وانا اقوى من الاهلي ولكن هو في قط اللبس انا واسك مليون في المية ومصادر اكيد ان هو غير كده خالص ونمدي امت الندلالي بشكل كبير جدا مدربين دايما ببرتغاليين يعني احنا كان عندنا ممكن افضل بدرب دايما كان التصرحاته اللي هي بتصير الجماهير والناس كلها تحت تسأل ويخلي الفريق التاني يفكر ولكن هو بيبقى قط اللبس بيبقى بيشتغل ازاي لأ مدي امت الندلالي بدليل هو بيكسب ندلالي ما بصي لو فيش مدرب هيكسب فريق فريق بطل اللي ما بيكون محترمه في كل عرجاء المعاب فده اللي بيعمله فريرا فريرا خد اركاس مصري من ندلالي فوراك كان هو متسيد بشكل كبير جدا ممكن لأهلي حاول يرجع بس ما عارفش ده دليل ان الراجل بيكون مركز في مطشط الأهلي بشكل كبير ان في المرة 14 جي كسب الأهلي الاول مرة من سنوات اللي زماليك ما بيكسبش ندلالي فده يقول لك ان هو مدرب بيحترم ندلالي ولكن انا بشوف فرضو ان التصرحات على فكرة ما قالش فيها كلام يعني اكتر من المطلوب يعني ولكن هو يمكن قال الزماليك او قوم للأهلي في الوقت الحالي والأهلي مغيرش لعبته يعني اتكلم بشكل مباشر عن ندلالي عكس كولر كولر قال لك لقيت زماليك فريق كويس انا بتابعه انا من اول ما جيت والناس بتقولوا ماتش لقاليه زماليك ماتش لقاليه زماليك هنعمل حاجة كويس بيين ان فيه نوع من انواع الاحترام للخصم اللي بي لعب بوس الاتنين بيعملوا احترام بريرا مدرب كبير واسم كبير جدا في العالم بروفسير كولر مدرب كبير قوي صنع يعني النجاحات كبير جدا من ترخب النمسا وكلنا شفناها في اليورو وفي التأهل حتى اليورو ومنفسها كاس العالم التصفيات يعني فاااا كولر مدرب كويس وفرييرا مدرب كويس وهم اللي تلق اضافة للكورة المصرية وللعيرة احنا قوي احنا لفترة مفترة كمان خلي بالك بنجيب مدربين جانب كويسين خلق مستوى عالي يمكن المدرب بس الوحيد اللي قلش كده مننا هو سوارش يعني بشوفه انه كانت شايفة اصلا يجي درب في الكرة المصرية ولكن انت فيتوريا كارلوس كيروش فرييرا موجود دلواتي كولر لا اسماء كبيرة جدا اسماء كويسة جدا في العالم تقدر تفيد الكرة المصرية طيب لو هتعملنا السيناريو كده سريع ليه المباراة وستعملنا كده الفريقين هتعملين ازاي وتوقعاتك المباراة تبقى بص رؤيتنا يمكن او توقعاتنا ان المباراة توصل لحد الاخر خالص لحد راكلة الترجيح يعني بص انا دايما مش بتنبأ ان في اي مباراة اهلي وزمالك في بداية موسم انا اكون قوي قوي سوف احاول ان تشوف اهداف هنا وهنا ممكن حالة المباراة فرقة تسجل التانية هتتعادل فلماتش يقلب افهم من كده انه هيدخلوا المباراة بيلعبوا دفاع اكتر من هجوم وبيعتمدوا على الهجمات المرتد بص هتبقى معركة واستمرها هتلاقي الزمالك انا واسك انه واقف ورا هتلاقي الآله بيحاول يبني كرة فالموضوع ياخد وقت شوي فانا بشوف ان المباراة ممكن توصل لوقات اضافي ومنه لركلة الترجيح انا ده توقعي لكن ممكن لزمالك يحاول اكيد والآله بيحاول اكيد نيختف جول بدر لو تم يعني قطف جول بدر اي من الفريقين لأ المباراة تتغيرت بلاتيكة كبيرة لأي منهم لكن حتة ان انت لو عدت اول نص ساعة سفر سفر انا بقولك هتوصل لضربة الجزائر هاي احنا بنشكرك جدا يعني افتنا وبنتمنى طبعا التوفيق لقطباي الكرة المصرية النادي الاهلي ونادي الزمالك بكل شكر لك محمد جمال الناقد الرياضي على وجدك معنا يعني معلومتك في الجول ان شاء الله النهاردة يبقى كل حاجة تمام وفي الجول برد شكرا يا محمد تشرفتنا